كيف حالة الطوارئ التي دارتها الدولة على حساب فيروس كورونا؟ حالة الطوارئ التي دارتها الدولة مصلحة لنا كاملين ومصلحة للشعب لأن هذا الفيروس لا ينتشر بكثير ونحن كشركة النظافة كنا نساهمه في القضايا التي تنظيفها ونجعلها الحوايج التي يجلبها هذا الفيروس ونحن نساهمه في القضايا التي تنظيفها كيف حالة الطوارئ؟ الحمد لله دارتنا احتياطات أننا نستعمل لليجون ولكمامات جابتنا التصريح لنخرجوا به ونكونوا خدامين وذلك ونتمنى أن الناس توعى بهذا الفيروس لأنه كائن نتمنى أن الناس يتلتزم القوانين وتقلس في ديورها بالله ما ربما يمكن هذا الشيء الذي دارتها الدولة ربما يقدر يقلل من هذا المرض لا يوجد الناس أنها تكتاتفوا وكتتجمع وتجمعات وذلك شيء يعني لا يستطيعون أن يحاربوا هل هذه أحسن حاجة التي تقلل للناس بالقوة يدخلون ديورهم؟ هذه أحسن حاجة التي نستطيعها أننا باش نتضامنه وباش نديروا اليد في اليد باش هذا الفيروس لا ينتشر وأن الناس تقلس وتلتزم ديور ديالها وتلتزم المقار ديالها هذا الشيء الذي سنقول في هذه الساعة دابعنا نقربنا من الساعة الساديسة بحلقة الطوارئ إن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله كل شيء كلمة للشعب المغربي من المسؤولين؟ نتمنى من المسؤولين لأن المسؤولين نرى هم يقلدك قيمين بالواجب ديالهم ونقول لهم زيدوا يقوموا بالواجب ديالهم ونتمنى من الشعب كامل أنه يلتزم القوانين لخطر هذا الشيء في الصالح ديالهم في الصالح ديالوليداتنا وكلنا أننا نحاربوا هذا الفيروس وخاغب بالالتزام بالقوانين هذا هو اللي قدر نقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر